موسيقى أهلا بكم تتعرض مناطق في حزام بغداد منذ عدة سنوات إلى حملة تضييغ من قبل القوات الحكومية والميليشيات الطائفية في الوقت الذي تعاني فيه هذه المناطق من إهمال كبير خدميا بسبب أن التركيبة السكانية لهذه المناطق ذات الأغلبية العربية السنية جعلتها محطة أنظار الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة المرتبطة بيرا الوصف الدقيق والحقيقي كما يؤكد الكثير من المراقبين للوضع العراقي لتلك الإجراءات الحكومية هو التغيير الديمغرافي وهي عملية أطلقت فعليا منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003 وشملت مناطق حزام بغداد ومدنا عراقية أخرى كالبصرة وديالة وصلاح الدين كانت دوافع الغزو الأمريكي منذ البداية هي تقسيم المجتمع العراقي وتهميش طائفة كبيرة منه وهم العرب السنة عبر سياسات انتقامية وثائرية تقاسمتها واشنطن وطهران مفادها أن العرب السنة هم حاضنة النظام السابق وهم اليوم حواضن القوى الإرهابية التطهير الطائفي والتغيير الديمغرافي في العراق وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية مسر وراء عودة أو إعادة الهجمات المكثفة لما يسمى الإرهاب بعد إعلان الحكومة القضاء عليه والاحتفال بهذه المناسبة وهل استدعاء ما يسمى العمليات الإرهابية في العراق هو توطيئة لإطلاق موجة جديدة من حملات التطهير الطائفي والتغيير الديمغرافي المستمرة منذ العام 2003 كما يقال ولماذا تصاعدت من جديد حملة تحريض زعماء الميليشيات وفرق الموت الخاصة السياسية والإعلامية ضد المجتمع السني في مناطق وقرى حزام بغداد وهل فعلا حزام بغداد بثقله العربي السني يشكل هاجسا طائفيا أكثر من كونه هاجسا أمنيا بالنسبة لإيران وقواها الميليشيوية الحاكمة في العراق وإن يمكن أن تمضي الأمور في العراق إذا ما أصرت الحكومة وميليشياتها على سياسة التطهير الطائفي والتغيير الديمغرافي الحالية ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني حسين دني تركزت على مناطق الحزام بغداد يشهد عليها قضاء الطارمية سياسيون وقادة ميليشيات وبشكل صريح يلهجون بمصطلحات الدم والانتقام محرضين على تطهيرها مما سموه الإرهاب ولهذه الذريع نتائج كارثية عاشتها ناحية جرف الصخر سابقا سعيم ميليشي العصائب الخزعلي في أوضح صورة للانتقام المذهبي يتولى رأس الحملة التحريضية فإن منطقة الطارمية لم تجري فيها عملية لتطهيرها من الدواش إخواني بصريحة العبارة ونحن نتكلم ليس مباب التحليل إنما نتكلم من معطيات ومعلومات دقيقة بل نحن على الأرض ونعرف هذه الحقائق داعش كان ولا زال في الطارمية داعش لم يفارغ منطقة الطارمية مطلقا هو موجود ولديه أماكن ومستقر وملاذات ضمن هذه المنطقة الواسعة وهذه مسألة خطيرة جدا أن يكون هناك تواجد رسمي حقيقي بعنوان ولاية لداعش حتى بعد هذا الانتصار الذي يتحقق هذا مؤشر غير صحيح وهذا يجب معالجته مثله باقر جبر صلاغ القيادي في ميليشيا بادر أيام أشد سوادا مما عاهده العراقيون في عهد نور المالكي تنتظر البقية الناجية من التهجير في عهد مدعي لإصلاح عادل عبد المهدي دق ناقوس الخطر آلاف المرات حتى سمعته ووعته المنظمات الدولية قبل العربية دون أن يتحرك أحد لإنقاذ أهل الرافدين ولو كان ذلك بدافع الضمير الإنساني حينما خمدت نخوة الأخوة ورابطة الدم والدين والتأريخ والمصير المشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي ستبحثوا في عملية التطهير الطائفي والتغيير الديمغرافي في العراق ضيوفها الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وسيكون معنا من العاصمة القطرية الدوحة الصحفي والإعلام العراقي السيد حسين دلي عبر اسكايب مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حياكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور الحديث عن التطهير الطائفي والعرقي والتغيير الديمغرافي بدأ مع بدايات الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 في ضوء الأحداث الآن الحالية وما يجري في مدن حزان بغداد وأديالة وبعض مناطق أيضا صلاح الدين وحملة التحريض الميليشياوية ضد مجتمعات هذه المناطق وهي مجتمعات طبعا بغالبية عربية سنية بيان هيئة علماء المسلمين تحدثة نحصائية حوالي ثلاث ملايين ونصف في حزان بغداد فقط هل هي حملة فعلا حملة تغيير ديمغرافية مقصودة ومنهجة أم هي حملة أمنية طبيعية تقوم بها الحكومة للتصدي لما تسميه الإرهاب الذي قد يهدد أمن العاصمة بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد دعني أولا أقول أن مناطق حزان بغداد للتوضيح فقط هي المناطق المحيطة في بغداد هي الأراضي المحيطة في بغداد مثل ما ذكرت حضرتك أن بيان هيئة علماء المسلمين في العراق تذكر أن عدد نفوس هذه المناطق ثلاثة ونصف مليون إلى أربعة مليون الحقيقة هي سكان هذه المناطق بالعموم من عشائر ومكونات من مكون مذهبي واحد حقيقة هذه يعني لا تخفى على أحد وهذه من مئات السنين وربما من آلاف السنين يعني منذ تأسيس بغداد ربما هذه العشائر سكنت هذه المناطق وكان لها يعني أراضيها ومزارعها غالبيت اعتماد هذه المناطق سكانها على الزراعة هم يعني يعملون في فلاحها في الزراعة وتربية المواشي الحقيقة وكانت تسمى هذه المناطق لقبل الاحتلال كانت تسمى متسمى لكن في الواقع هي سلة بغداد الغذائية كانت تدر على بغداد كل المواد الغذائية المزروعة من طماطة وخياء وكل القضروات كانت تأتي من هذه المناطق إضافة إلى المنتجات الحيوانية يعني من ألبان وغيرها والحوم فهذه المنطقة كانت ترفض بغداد بهذه الآن يعني بعد الاحتلال انقطعت هذه القضية وما عادت هذه المناطق لذلك دعني أقول أولا سؤالك الحقيقة يعتمد على أن نفسر الأشياء بواقعها السياسي والاقتصادي والأمني هل المنطقة هذه استهدفت فعلا لأنه إرهاب مثل ما يدعون أم لأن هناك دوافع أخرى المنطقة مثل ما قلنا كانت تشكل سلة بغداد العراق بعده 2003 وضع يعني تحت ما ظلت دولة استهلاكية دولة غير منتجة الزراعة صفر والصناعة صفر كل النشاطات الاقتصادية انتهت كان هناك قرار بإنهاء كل هذه النشاطات وكنا نتابع وتابعنا خلال 16 سنة أن العراق لم يعد هناك شيء اسمه الصناعة في العراق لأن الصناعة انتهت لم يعد هناك شيء حتى زرعة في العراق وما يزرع الآن يعني حتى ما يزرع الآن وصلنا إلى حرق هذه المزروعات لسبب واحد بسيط جدا ومفهوم جدا هناك اعتماد على دولة أخرى لكي تكون العراق سوقا استهلاكية فقط والدولة الأخرى اللي هي إيران هي من تصدر كل هذه المنتوجات وكل هذه الأموال تعود إليها يعتمد اعتمادا كليا على هذه الدولة وهذا الاعتماد يؤدي إلى أضعاف البلد شيئا فشيئا وصول إلى مرحلة الانتهاء هذه جزء منها النقطة الأخرى المهمة أن عملية التغيير الديمغرافي لم تبدأ في حواظم بغداد من البداية بدأت في وسط بغداد في وسط بغداد في مدينة بغداد كان هناك طبعا دعني أقول أولا أن هذا الحديث ليس حديثا طائفيا أبدا يعني نهائيا ليس له علاقة بالطائفية نحن نتحدث وصف وصف لما يحدث وصف واقعي لما حدث هذا ليس له علاقة بمذهب سني ومذهب شيعي توجهات حكومات طائفية هذا شيء آخر هناك واقع سياسي فرض على هذه الوضعية بغداد مهما تدعوا مهما قالوا وهذا واقع الحال وأنا أحد أبناء بغداد عشت في بغداد طول عمري وعاشوا أجداد في بغداد وأعرف بغداد جيدا وعمري يسمح لي ودراستي تسمح لي أنا أقول أن بغداد وكتب التاريخ والواقع والحياة تشير إلى بغداد مدينة سنية ليس هذا ليس حديثا طائفين مرة أخرى هذا واقع حال وكانوا الشيعة والسنية تعيشون فيها لكن الغالبية العظمى من سكان بغداد وهذا ليس انتقاصا من أحد وليس اعتداء على الشيعة ولا على أديان أخرى لا واقع الحال هكذا عندما بدأ الاحتلال تاريخيا واستمر نعم أما الادعاء الآخر كانت كذا ادعاءات كاذبة وباطلة وليس لها دليل بدأ التهجير من الداخل بدأ القتل بدأ الاعتقالات هناك خطة لإفراغ بغداد من مكون معين وجعلها من لون معين وهذا ما حصل طوال 16 سنة هم يعملون على هذا الموضوع لذلك الآن وجه بغداد قد تغير اجتماعيا مذهبيا اتجاه يعني تغير آخر وبدأت الحركة مع هذا التوجه في داخل بغداد ايضا على حزام بغداد وقد شهدنا من الايام الاولى ان هناك منطقة المدائن هجمت بطريقة واضحة يعني حزام بغداد هناك الحزام الشمالي الحزام الغربي والشرقي والجنوبي فوجدنا انه في الحزام الجنوبي الشرقي هجمت المدائن بطريقة لانها منطقة سنية هجمت مناطق كثيرة التاجي الان ما يهاجموا كثيرة هجمت مناطق الاسكندرية مع اليوسفية الطارمية الان تهاجم اليوسفية هور رجب الاسكندرية كل هذه منطقة المحاويل كل هذه المناطق هجمت بنفس الطريقة القضية كانت من البداية هناك قرار البداية في ان يحكم السيطرة على هذه المنطقة طعون عنها المياه زراعيا وهذا ما حدث في ابو غريب اخيرا يعني شاهدنا اما نقطعون المياه عنهم جزء من حملة التضييق نعم هو هذا جزء من عده او يغرقون هذه المناطق يغرقوها بالمياه فلا تعود الاراضي صالحة على الزراعة هجر اهلها المناطق المحيطة فقط في بغداد خلال فقط من عام 2006 ربما في عام 2006 فقط 34 الف شخص قتل مدني من هذه المناطق المحيطة في بغداد هذه حزام بغداد و60% من اهالي هذه المناطق لحد الان خلال 16 سنة قد هجروا منها فهناك عملية للتهجير مبرمجة ارض محروقة يجب ان تكون هذه حواظن بغداد الطرق المؤدية الى بغداد محروقة او من مكون اخر يوجر من عتل لاغراض سياسية تتعلق بايران التي تريد طريقا مفتوحا مفتوحا بغداد طرق احد الطرق ان تكون لديها طرق مفتوحة وصولا الى سوريا نعم جزء منها الى الاردون الى السعودية عن دوافع او افاق هذه العملية وطالما اشرت ان التهجير بدأ داخل بغداد الان ينتقل وانتقل الى حزام بغداد نتحدث ايضا ربما هناك افاق لان يمتد هذا المشروع بعد اكمال عملية بغداد الداخل والمحيط الى مدن اخرى دكتور عبد الحميد العاني الحكومة يعني تتعكز او تتكأ في هذه الحملة على انه حملة امنية حملة عسكرية ضد القوى الارهابية ضد تنظيم داعش وما الى ذلك ويلاحظ انه هذه العمليات الان في الاونة الاخيرة يعني قد ازدارت مع العلم الحكومة اعلنت ان القضاء على تنظيم داعش وتم الاحتفال بهذه المناسبة هناك من يتحدث انه هذه العملية الحقيقة ليست عودة بقدر ما هي مستدعات بتأثير طرف استدعاها لتكون ذريعة وحجة لاطلاق هذه الحملة حملة التطهير الطائفي والتغيير الديمغرافي الامور هكذا ام ربما يعني محملة اكثر مما تحتمل بسم الله الرحمن الرحيم بداية احب ان اؤكد على ما ذكره الدكتور رافع قبل قليل حينما نشخص الواقع لا يعني ذلك تحريضا حينما نسمي الاشياء باسمائها ليس ذلك انجرارا للنهج الطائفي ولا الخطاب الطائفي الذي يريده الطرف الآخر حينما نقول ان هذه الميليشيات هي من الطائفة الشيعية لا يعني بذلك اننا ننسب هذه الافعال الارهابية والتهجير لكل ابناء المكون الشيعي حينما نقول ان المستهدف من هذا التهجير هو المكون السني في هذه المناطق الطارمية هذا وصف للواقع ولا يعني ذلك تحريضا لهذا المكون على المكون الاخر ابدا وانما نحن نتحدث بما هو واقع بما هو يفعله هؤلاء بهذا الخطاب الطائفي ونحن حينما نصف هذه الاشياء باسمائها نريد ان نوقف هذا الخطاب وننعه انتقالا الى خطاب ونهج وطن خاصة انه هذا ايضا ما ينفي الصفة الطائفية عن هذا الخطاب ان مكونات اخرى في بغداد وغيرها تم استهدافه كالصابئة والمسيحيين وغيرها ايضا من الاقليات الاخرى نعم فضل استنكارنا نحن لكل نوع من انواع التهجير لم يكن لطائفة معينة ولا لمكون ولا لجهة بل كل ما قامت به هذه الميليشيات من جرائم منذ 2003 الى الان هي نستنكرها ونقوم بتشخيص هذا الواقع بل حتى افعالهم الاجرامية باتجاه من يدعون ان تمثيلهم اي من المكون نفسا الذي هم يدعون الانتماء اليه هذا امر الامر الاخر سألتني عن انها هل هذه القضايا وهل له علاقة بهذه القضايا او الارهاب نحن شهدنا منذ 2003 الى الان دائما هذه الاعمال اعمال التهجير والاستهداف للمدنيين استهداف للمدن انتهاكات بكل انواعها رأيناهم انهم دائما يقرنونها بهذه التهمة تهمة الارهاب التي باتت شماعة تلقى عليها وتحمل عليها كل هذه الانواع الانتهاكات حتى التظاهرات في البصرة تجرت ايضا الصقت بها تهمة الدعشن او الارهاب او البعثية واذا هذه التهمة او هذه الشماعة كما يقال بالمناسبة هو ليس هم فقط يعني هم تعلموها واخذوها ووارثوها من السيد الاول اللي هو المحتل الامريكي ورأينا كيف استهدفت الفلوجة واستهدفت مدن كثيرة واخرها مدينة الموصل التي ابيد احياء كبيرة منها عن بكرة ابيها مئة بالمئة بعض احياء الموصل ولا سيما قلب الموصل اكثر بسبعين بالمئة مهدمة وهذا الذي يجري اليوم في الطارمية وغيرها وحزام بغداد هو نفسه ذاته ذات الحجج التي تفتعل او يدعى بها قضية الارهاب هي استخدمتها هذه الميليشيات في قضايا تهجير في جرف الصخار وفي كل المناطق في حزام بغداد لكن دكتور هناك قوات امنية تعرضت الى هجمات وقتل عدد من الجنود يعني سقطوا قتل وهناك جرحة والعملية تكررت بلضبط ولذا هنا حتى المراقبين والشهود العيان من المناطق انفسها يعني يعلنون ذلك وهذا موثق في وثائق وفي مراكز مراكز للانتهاكات او المراقبة للانتهاكات ان هذه بعض منها نعم ربما تقوم بها مثل هذه من يدعى الجهات الارهابية وغيرها لكن في اغالبها ولا سيما هذه الاحداث الاخيرة هي مفتعلة نعم هذا ما وصفتوها في بيانكم انها حوادث مفتعلة لغايات لان هناك في هذه المنطقة هذه الشهود المنطقة كلام اهل المنطقة هنا ان هذه المنطقة كانت شهدت منذ سنوات عديدة صراعا بين بعض هذه الميليشيات وبين بعض الفرق الجيش لان حتى فرق الجيش نفسها بعضها يعني قسم منهم من مكون او من اصحاب هذه المنطقة وقسم اخر ينافس هناك تنافس بين حتى الميليشيات انفسها هناك تنافسا بين حتى فرق الجيش انفسه هناك تحالة يعني هو طبيعة المكون مكون العملية السياسية صراع اكثر ما كورة صراع فيما بينهم ومن الوقود لهذا الصراع هو الشعب وطبعا القضية الاولى والاخيرة التي تأتي هنا هي قضية المنهجة والمشروع الايراني في المنطقة عموما ولا سيما في حزام بغداد بغية التهجير وتغيير التركيبة السكانية لها سنتحدث عن قضية حزام بغداد هل هو فعلا هاجس امني او هاجس طائفي عسين دلي في الدوحة اولا مرحبا بيك معنا اهلا بيك بيك احنا ما اجد الحقيقة الاساتذة هنا وغيرهم ايضا يتهمون الحكومة بافتعال او بافتعال ما يسمى بعمليات الارهاب لغرض التوطي او التمهيد لقضية اجراء عمليات التطهير الطائفي او عمليات التغيير الديمغرافي واستهداف المجتمعات السنية سواء في حزام بغداد او في يعني اديالة هل تعتقد ان القوى الميليشياوية وفرق الموت الخاصة وايران وقوى السلطة بحاجة لهذه الذريعة للقيام بهذه العملية عملية التطهير الطائفي والعرقي وهي التي تهيمن وتسيطر وتحكم سيطرتها على العراق كاملا سياسيا وامنيا واقتصاديا والعالم كله معهم من العجم والعربي والعجم شكرا نخي ماجد وشكرا الرافدين حقيقة موضوع درائع هذا امر عسكري امني سياسي معروف تتأخذه جميع القوى لتنفيذ مخططاتها وبرامجها والعراق ليس شاذا عن هذا البضع وهذه الاستراتيجيات التي تتقذها الميشات في العراق وهي الذراع الاقوى ليس غريبا أن نعرف أن هاد العامري وقيس القزعلي وأبو مهد المهندس يتخذون قرارات قبل الحكومة وما نشاهده من التحريض على وسائل الإعلام في أكثر من مدينة منذ أيام الحرب على داعش وإلى غاية هذه الأيام الأخيرة التي شاهدنا من التحريض الوضع ضد منطقة الطارمية قيس القزعلي قبل أن يدلي أي مسؤول أمني أي مسؤول حكومي عن الأوضاع التي تجري فيها الطارمية كان قد ذكر هذه المسألة في خطفة العيد وكان كلامه تحريضا واضحا لا يقبل الشيك على ما سماه هو تطهير مدينة الطارمية والقصد هو تهجيرها هذه نقطة لافتة أن مارد قاطعك في بداية كلامك الحقيقة هذه حملة التحريض على حزام بغداد وعلى الطارمية يتولى كبرها زعماء الميليشيات حصرا ليس هناك صوت مثلا لوزير الدفاع لوزير الداخلية كل زعماء الميليشيات هم من يتولون هذه الحملة سياسيا وإعلاميا وهذا أمر لافت هذا هو الوجه الجديد للعراق أخي ماجد هذا الوجه الجديد الذي تتنحى الحكومة عن دوره الحقيقي وتبرز الميليشيات ولذلك عملية التناظم بين الميليشيات والحكومة في هذا الأمر واضح لا يقبل الشيك وهو ظاهر وماثل للعيان وكما قلت سابقا منذ أيام الحرب على داعش كانت معظم المعارك يعلن عنها بمهد المهندس وهذه العابرة قبل أن يعلن عنها حجر العبادي أو قيادة مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوى الأمنية في الجيش والشرق وتتولى هي التخطيط والتجهيز لهذه المعارك في وجود المستشارين الإيرانيين اليوم هذه الآلية نفس المسار الذي تسير عليه الأمور الأمنية والأحداث والتحضيرات والتخطيط الأمني منذ ثلاثة واربع سنوات ماضية ما حدث في الطارمية حدث في أبو قنازير في أبو صيدة في ديالة وحدث قبل بضعة أيام في الرضوانية جنوب غرب بغداد وتجري في كل المنطقة بما أنهم ذكرت حزان بغداد فينبغي أن نشير إلى مسألة مهمة جدا بالنسبة للطارمية على ذكر الوقاة والأحداث أهالي المنطقة يذكرون أن منذ نهاية 2018 تولى الأمور الأمنية ومقاليد السيطرة على المدينة لواء 59 وهو ينتمي إلى مدينة القارمية والمناطق المحيطة بها وغني عن الذكر أن هذه المناطق مناطق سنية عندما تولى مقاليد الأمور من أبناء هذه المناطق هدأت الأوضاع ونعمت هذه المنطقة وما يحيط بها باستثبات أمني وهذا لم يرق للواء 22 الذي ينتمي بمعظمه إلى عصائب قيس الخزعلي ولذلك حدثت الأمور بأنه حدثت إطلاق نار وقتل سبعة أو ثمانية من أفراد الجيش وكل أهل المنطقة والمناطق المحيطة بها بل وحتى شهادات من اللواء 59 أن اللواء 22 هو من قام بهذه العملية وهناك مندسين في المنطقة عملوا على إحداث هذا الإرباك الأمني بغية التحريض ويعادة اللواء 22 الذي كان يبتز منطقة طارمية طلت أربع سنوات ماضية بما سامى أهل المنطقة العذاب والابتزاز والقتل والمذاهمات والاعتقالات المستمرة فالعملية بشهادة شهادة ناس عسكرين وشهادة أهل المنطقة أنها عملية إرباك أني قام بها اللواء 22 المنتمي بأغلبيتي إلى قيس الخزعلي ولذلك لم أذكر قيس الخزعلي في خطاب الأخير أننا على الأرض وأننا نتكلم المعلومات ويتكلم بما يأتيه من شهادات من أفراد عصابته المسيطرة على اللواء 22 في منطقة الطارمية والتي أبعدت قبل بضعة أشهر كما قلنا لذلك يحاولون العودة لهذا المنطقة بغية إكمال مخطط قديم جديد هو عملية التهجير التي تجري في حزام بغداد الشمالي والجنوبي سنتحدث أين ستمضي الأمور إذا ما أصر زعماء الميليشيات وإيران وقوى السلطة على المضي بهذا المشروع مشروع التطهير الطائفي والتغيير الديمغرافي في العراق مشاهدين الكرام نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار عن التطهير الطائفي والتغيير الديمغرافي فابقوا معنا اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في التطهير الطائفي والتغيير الديمغرافي في العراق ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني والإعلامي العراقي من العاصم القطرية الدوحة أحسين دليم دكتور هناك من يؤكد أن القضية فيما يتعلق بمناطق حزام بغداد هي عملية هاجس طائفي وليس هاجسا أمنيا كما تقول الحكومة أو أنه ملاذ أو معقل لما تسميه القوى الإرهابية هذه الكتلة السكانية العربية السنية التي الآن تشير إلى أنه قد يكون تعدادهم أربعة مليون هو هاجس طائفي وليس أمني حقيقة هذا التوصيف دقيق جدا جدا لكن قبل هذا التوصيف أريد فقط أن أعرج على قضية حتى تكون واضحة جدا بعد تشكيل الجيش الحالي جيش الحكومي بعد 2003 عندما شكلت أمريكا هذا الجيش الجديد الذي سمته جيش العراق الجديد الحقيقة انتقادات كانت كثيرة جدا وحتى الانتقادات الخارجية أنه يشكل من مكون واحد وعبارة عن مكون من دمج ميليشيات نعم كانت في إيران وبعد ذلك ميليشيات جديدة بعض حكومة العبادي وغيرها حاولوا اللعب على هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى وشكلوا بعض الألوية القليلة جدا ومن ضمنها اللواء 59 من أهالي مناطق معينة بذاتها يعني تحدث أنه يمكن الأستاذ حسين عن اللواء 59 اللي هو من أهالي الطارمية وآهالي المناطق وآهالي حزام بغداد نعم ربما يكونون من السنة لكن هذا لا يعني أن المناطق هذه استقرت في تشكيل هذا اللواء هذا اللواء وغيره كان يعني عديم الجدوء ربما استقرار نسبي دكتور استقرار نسبي لحد ما حتى ولا استقرار نسبي لأنه لأن العملية نتحدث نحن عن 60% أكثر من 60% من أهالي هذه المناطق قد هجرت تهجير مستمر لم يتوقف الأراضي أتلفت باستمرار تجريف الأراضي صفر على الأراضي نعم وخلال هذه الفترات القريبة وكان هذا اللواء موجود هذا اللواء لا يمتلك أمره لا يمتلك قراره جزء من هذا المكون الكبير التابع لحكومة ميليشياوية حكومة حكومة الميليشيات فبالتالي القرار وعندما تحدثتهم قلتهم أنه حتى المعارك الكبيرة من يعلن عنها العامري والمهندس وهذه حقيقة يعني من حرض على الموصل أولا هو زعيم العصائب على الموصل والفلوجة وبيجي وتكريت هم زعماء هذه الميليشيات الذين حرضوا عليها والتحريض الآن على هذه المناطق الطارمية وغيرها أيضا بنفس اللسان فالقضية الأمر ليس بيد حكومة حتى بيد ميليشيات وأوامر خارجية تأتي من إيران بطريقة وبأخرى يعني هو دكتور هو الجيش والشرطة وغيرها من القوات بيد الميليشيات فما بالك بهاي القوات من السنية اللي عبارة عن صحوات أو اللي هم ملحقين بالملحقين إذن لا تمتلك قرارها بنفسها ولا تمتلك قدراتها مهما كان القائد مهما كانت القوة النظام الإطار المكون لهذا والحاكم هو إطار ميليشياوي طائفي إطار وقوام ميليشياوي هذه هي الحقيقة لذلك يعني هذه النقطة يجب أن تقضيحها الحزار بغداد نعم القرار طائفي وليس أمني هذه حقيقة يعني هذه الحقيقة لأنه بدأت في بغداد تهجير السنة من بغداد وجرى تهجير أكثر من 70% من أهالي بغداد من السنة وجروا من بغداد وبدأ العمل على حزام بغداد مناطق كثيرة يعني نتذكر جرف الصخر اللي تهجروا من عندها نحو 100 إلى 120 ألف مواطن الآن ممنوعين حتى من العودة الآن منازلهم كثير من منازلهم تهدم بحجة أنها تابعة لأفراد مؤيدين لداعش لتنظيم داعش أو كانوا يعملون مع داعش أو حتى يقولون أنه يعني نفسياً كانوا مرتاحين مؤيدين بداخلهم كيف عرفوا هذا الموضوع؟ المهم العودة بقرار حتى من محافظة بابل ربما عدم عودة أهالي هذه المناطق رغم أنه أربع سنوات مضت منذ قالوا أنه انتهت داعش وانتهت وتم تعريب المنطقة مجلس المحافظة قال كل من يطالب بعودة أهالي جرف الصخر سنقيم عليه دعوة فإذن القرار قرار واضح القرار طائفي وهذا قرار خارجي هذا ليس قرار عراقياً هذا قرار إيراني واضح لماذا؟ بغداد يجب أن تكون من مكون واحد على ذكر الإيراني دكتور أيضاً أياد علاو في تصريح قال يعني أردنا أو سعينا في إرجاع أهالي جرف الصخر فقيل لنا أن الملف في إيران فلما تصنى بالإيران قالوا أن الملف عند محمد كوثراني القيادة في حزب الله وهذا يقول أمر غريب هذا واقع ومن يتحدث في هذا الموضوع هو رجل شيعي ورجل من العملية السياسية هذه الحقيقة يعني بالتوصيف اللي يوصفوه هذا هذا التوصيف فالواقع هو هكذا بهذا الشكل الصراعات ربما لأنه هي العملية السياسية وقيمت على أساس الصراعات هذه الصراعات المكاسب صراعات الدفع حتى بين الكتل الواحدة حتى بين الكتل الشيعية حتى بين الأحزاب الشيعية هناك صراعات قوية جداً جداً للمكاسب للتحواذ وجزء من ما يحدث اليوم بالطارمية وجزء من هذه يعني عندما العصار تطالب الآن بالسيطرة على بحملة تطهير أمنية السيطرة على الطارمية بهذه الطريقة وهي كانت تهاجم الطارمية بين فترة أخرى لأن لديها خصومة مع جماعة الصدر الجيش المهديا أو يسمى السلام ميليشيا السلام اللي تسيطر على سامرن الحقيقة هذه المنطقة المتصلة بسامر الطارمية يجب أن تكون لميليشيا أخرى تابعة لحزب آخر وهي العصائب المنافسة لهم هذه جزء من هذا التقسيمات من هذه المكاسب اللي قسموها وجزء أيضا من تمهيد الطريق لإيران لتكون لديها طرق مفتوحة اقتصاديا سياسيا عسكريا أمنيا باتجاه الحدود العراقية الأردنية العراقية السورية العراقية السعودية هذه كلها جزء من تهيئة الساحة والمعركة دائما ما تكون على الأرض العراقية بميليشيات تابعة لإيران هكذا هو التخطيط لذلك جرى هذه المناطق من عشائر عربية سنية هم لديهم من البداية الشكوك في هذه وهذه يعني هو الثقة غائبة بالعملية السياسية بين كل أطراف العملية السياسية وبين سنة سنة العملية السياسية وسنة الشيعة العملية السياسية الثقة مفقودة وهذه معروفة أشكرك أشرت إلى سنة العملية السياسية دكتور عبد الحميد اليوم النائب عن ديالة رعد الدهلكي أصدر بيان على أحداث ديالة راحقتها باسمين عندها حتى أسألك يقول أن الوضع الأمني في بعض مناطق ديالة خطير جدا بعد عودة عمليات القتل والتهجير والتكرار سيناريو الخرابة الذي شهدته المحافظة عامي 2006-2007 والسبب والكلام للدهلك أيضا هو فرض العصابات المسلحة سطوتها على القانون ومنعها القادة الأمنيين من إجراء تغييرات المسؤولين المحليين على المناطق التي تسيطر عليها وهذا يدل على قوة هذه المجاميع المسلحة الخارجة على القانون وضعف القرار الأمني من قبل المسؤولين في الحكومة لا زال سنة العملية السياسية يختبئون على الرغم من خطورة الوضع هم يصفون الوضع خطير تهجيرا وقتلا وما إلى ذلك توصيف جماعات مسلحة أي عقل جماعات مسلحة تسيطر على محافظة على قرارها الأمني والعسكري أين الدولة من هذه الجماعات إذا كانت فعلا جماعات مسلحة منفلتة يعني هذا الكلام صحيح لكنه أيضا ليس دقيقا وهو يحمل هنا في طياته بشكل واضح إلى عجز هؤلاء الممثلين لهذه المحافظة الممثلين أهالي هذه المناطق يعني إذا الآن لا يستطيع أن يجرؤ أن يسمي من هي هذه المجامع المسلعة لا يستطيع أنه يشخص بشكل صريع ويقول الميليشيات وسميها بأسمائها أو ربما يتحدث بشكل عام ربما كنوع من أنواع المجاملة السياسية لهذا الطرف أو ذلك فهذه جريمة هذه جريمة كبرى أنه لا يستطيع ممثل هذه المناطق أن يتحدث بصراحة ومن جانب آخر أيضا لا يستطيع هذا الممثل وغيره طبعا لا تحدث كشخص تحدث عن ممثلي أو المشاركين في العملية السياسية بشكل عام لا يستطيع أن يرد الضرر عن أهله لماذا دخلت إلى العملية السياسية؟ أليس كان الشعار هو دفع الضرر عن أهلك؟ أليس كان الشعار أنه تجرب المصالح وتبعد المفاسد عنهم؟ فإذا لم يستطع هذا المسؤول أو هذه الجهة أو أولاء الجماعات الأحزاب غيرها أن تفعل أي شيء لهذه لأهل العراقي ولأهلهم ولا سيما لمناطقهم التي انتخبتهم أو يدعون أنه انتخبتهم ووصلوا باسمها إلى هذه الحكومة بأي مكان من الأماكن فإذن لماذا تبقى ديكورا؟ وتبقى أنت مجرد فقط كحجة لأن هذه الحكومة هي حكومة كما يسمى وحدة وطنية فتعطيها الشرعية والمشروعية وفي حقيقتها كل التي تعمل هذه الحكومات بميليشياتها وغيرها هي الجرائم وانتهاكات لماذا أنت تكون المظلة؟ يعني الآن العملية السياسية بشكل واضح هي المظلة التي ترتكب تحتها الميليشيات الميليشيات اليوم ترتكب هذه الانتكاكات بما فيها ما نتحدث عنه اليوم وهو قضية التهجير في ظل دولته نعم تسمى دولة هذه الدولة يعترف بها ويتعامل معها المجتمع الدولي على أنها حكومة بين قوسين حكومة وحدة وطنية إذن كل من دخل فيها هو يكون يعطي المشروعية لهذه الجرائم وما كان حتى لو صرح مثل هذه التصريحات الخجولة مع الأسف نعم لن تبرئ ساحتك حسين دلي في الدوحة إذا كانت الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة هل معان حسين دلي؟ نعم إذا كانت هذه الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة تقوم بنفس الجرائم أو الممارسات أو الانتهاكات التي تقوم بها القوى الإرهابية قوى داعش من القتل من التهجير من القتل على الهوية من إطلاف الممتلكات العامة في قضية القوى الإرهابية تجد أن الحكومة تجيش الجيوش للتصدي للممارسات الإرهابية وتدعم بتحالف دولي من سبعين دولة تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لماذا على الأقل لماذا الحكومة لا تتصدى لمثل هذه الممارسات خاصة وأن هذه مسؤوليتها مزئولية الدولة الأساسية هي حفظ الأمن وحتى لا يعاد سيناريو ما قبل 2014 حفاظا على الأقل على نفس الحكومة لماذا هذا التهاون لماذا هنا سفت لماذا مع داعش تحالف دولي وجيوش جرارة للتصدي لممارساته مع العلم الممارسات هي واحدة لماذا هناك إرهاب وهنا معروف مو إرهاب دعني أخي ماجد أو وضع نقطتين مهمتين في هذا التقاط أولا أنا أعتبر أن من قام بعملية الطارمية من الإبراسك الأمني ومن قام بتهجير أهالي قرية أبو خنازر في أبو صيدة في ديالا هم الجيش الحكومي وليس الميليشيات الجيش الحكومي إذا عيقنا وعرفنا وهي معروفة للجميع أن الجزء الأكبر من هذا الجيش وخاصة القيادات وضباطهم ميليشيات مدمجة في الجيش ينبغي أن يسمى الأمر بمسمعاته الحقيقية الجيش الحكومي الآن هو عبارة عن أو أغلبه عبارة عن ميليشيات تلبس هذا الزي الحكومي وتقوم بأعمالها بقى أوامر ميليشياته وليس وفق أوامر وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وبالتالي من يقوم بهذا العمل ليس كميليشيات كما نقول عصابات تأتي خفية وتذهب لكن هذا الجيش يقوم بهذه العمليات من القتل والتهجير والابتزاز عيانا جهارا في واضحة النهار هذه مسألة مهمة لذلك الجيش مشارك رئيسي بعمل التهجير والقتل النقطة الثانية بالنسبة للحكومة لماذا لا تقوم بعملها؟ لأن من قام بهذا العمل يتبع لها بل وينقذ أوامرها الحكومة لا تقتهد عن المنشاة في مقطة التهجير والتغيير الديمغرافي الذي بدأ منذ 2003 إلى هذا اليوم لذلك لم نشاهد لا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ولا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي السني بالمناسبة ولا برهم صالح يقوم بأي زيارة داخلية إلى هذه المناطق رغم أن من استنكر عملية أبو خناجير كيف يقوم أستاذ الشيان كيف يجر على زيارة هذه المناطق وهنا يستحضر حارثتين سليم الجبوري أراد أن يزور قريته المنكوبة فمنعته الميليشيات محمد الغبان أراد أن يذهب إلى جرف الصخر فاعتقلته الميليشيات باعتراف النائب أحمد المساري وهو وزير الداخلية وهو قياد ميليشيا وفي ميليشيا بدر نعم نقول لذلك أن هذه الحكومة حكومة عاجزة لأن من يتولى بقاليد الأمور الأمنية هي جهات مرتبطة أمنيا وستراتيجيا وعسكريا وبكريا بجهات خارج العراق وهذه تفرض على الحكومة وعلى المؤسسة الأمنية أمور كثيرة تدخل في صلب المخطط الكبير الذي تنوي فعله في العراق هذا المخطط كما قلنا عملية تغيير ديمغرافي مخطط ومنهج مدروس برعاة الحكومة أنا لا أبالغا قلت أن عادل عبد المهدي لم يأتوا به رئيسا للوزراء إلا أنه بصم بالعشرة كما يقال في العراق هذه الحملة التحريضية من قبل الميليشيات وإلصاق الدعشنة والإرهاب بهذه المجتمعات بهذه المجتمعات السنية ملايين من السنة إلصاق أو اتهامهم بقضية الدعشنة في هذا الخطاب السياسي والإعلام لإقارة الميليشيات أي مخاطر يحمله في المرحلة القادمة إذا لم تردع هذه الميليشيات هناك اليوم إجماع في الأسابيع الأخيرة على وجه القصوص أن الأوضاع التي سبقت بهور داعش في 2014 هي نفسها التي تجري في المراطق السنية على وجه القصوص سواء في مراطق حزان بغداد أو الموصل أو ديالة ولذلك هناك أكثر من نائب برلماني وقالد من قيادات الأحزاب أشار إلى أن الوضع الأمني الذي يقوم على الابتزاز وحاربت الناس في أرزاقها فرض الأتاوات عملية القتل الاعتقال والإخباء القسري تجري على نفس المنوار التي كانت تجري عليه الأمور قبل خمسة سنوات وبالتالي الأمور معرضة للانفجار مجددا وقد انفجت فهناك ما لا يحمد عقباه وهذا ما ذكره اليوم بهاء العرجي من أن هذه الأحداث نفس الأحداث أو نفس أحداث التي جرت عام 2014 أكد أيضا نفس الكلام أثيل النجيفي محافظ نينواء السابق وأيضا رعد الدهلكي النائب عن محافرة ديالة في بيانة لهذا اليوم الصحفي والإعلام العراقي من الدوحة عبر سكايب حسين دالي شكرا جزيلا على هذه المشاركة دكتور عبد الحميد الحكومة عاجزة ومتواطئة مع الميليشيات لا حقيقة كل المجريات أو الأحداث التي نراها منذ 2003 إلى الآن نرى هناك تواطئا والدليل على ذلك أنه هناك تسترا على مثل هذه الجرائم وبالمناسبة هنا هذه الجريمة جريمة التطهير العرقي هي من أخطر الجرائم المسجلة دوليا يعني جرائم انتهاكات حقوق الإنسان وهنا نتساءل يعني لماذا السكوت من قبل المجتمع الدولي جرائم الانتهاكات أو تحديدا التطهير العرقي حدثت في عديد من دول العالم المجتمع الدولي مو بساكت لكنه يطفد ديمقراطية والشرعية على هذه الحكومة هذا الذي أريد أن أقوله هناك جرائم انتهكت أو ارتكبت جرائم تطهير عرقي في عدد من البلدان العالم فأقيمت وشكلت محاكم دولية وربما في بعض هذه الدول أو هذه الانتهاكات أعدادها وضحاياها أقل بكثير بما حدث في العراق فلماذا هناك حصلت محاكم وهنا لم يحصل يعني البوسنة والهرسك دارفور غيرها كثيرة رواندا نعم لماذا هنا السكوت لماذا يتعامل المجتمع الدولي ولا سيما دول الجوار مع هذه الحكومة على أنها حكومة وطنية وتمثل الشعب العراقي علما أن الشعب العراقي قد قاطعها 8% في الانتخابات الأخيرة أشكرك لماذا السكوت على مثل هذه الجرائم علما أنه جرائب الانتهاكات هي لا تموس أو لا تنحصر المسؤولية الجنائية فيها على من يرتكبها من الميليشيات والأجهزة الأبنية بل على الجميع الساكت والمحرض وسواء كان بفتوى دينية أو غير ذلك فهنا نحذر الجميع من أن يكون هناك أو يكون له دور في هذه الجرائم ولو بضوء أخضر لمثل هذه الميليشيات دكتور رفع على الضوء ما ذكر الدكتور عبد الحمين من دعم إقليمي دعم عربي دعم دولي وليس فقط سكوت لهذه الحكومة يعني أين تمضي الأمور في العراق إذا ما الحكومة سارت هي وميليشياتها بعملية التطهير العرقي والطائفي وعملية التغيير الديمغرافي واستهداف هذه الملايين سواء في محيط بغداد في ديالة صلاح الدين وغيرها من المناطق خاصة أن المشروع يتطلع إلى مناطق أخرى خارج بغداد وحزامها بعد أن يفرغ منها لا يترن أستاذ ماجد يعني هذه المناطق المعلومات فقط كلها أفرغت من أي حتى سلاح شخصي يعني من كثرة تفتيشات كثرة المداهمات وعلى قد يبقى قوات الاحتلال طبعاً نعم بسدس ما خلوا نعم الدفاع عن نفسهم حتى أمام كل هذه العوادي هذه وكل هذه المقاطر لم يبقى لهم شيئاً عموماً إذا ما مضت الخطة بهذا الاتجاه سنذهب إلى موصل جديدة في كل المناطق العراقية سنشهد تدميراً سنشهد دماراً يعني إذا تحدثنا هل يمكن أن نقول فوضى العراق مملوء بالفوضى والفوضى عارمة في العراق لكن سنشهد تدميراً وخراباً مناطق محروقة بالكامل تطهير عرقي واضح جداً جداً أعداد المهجرين والمهاجرين من العراق ستزداد إلى الفترة القادمة العراق ذاهب إلى أن يكون من نوع واحد ميليشيات مسيطرة عراق إيراني بهوية إيرانية بحتة لا يمكن القبول به هذا ما يذهب عليه ولأشار له الأخي الدكتور عبد الحميد عندما أتحدث عن الرأي العام العالمي عن الأمم المتحدة التي ترفع شعارات الحفاظ على الإنسان الجامعة العربية التي تدعي أنها مع الشعب العراقي وتقف مع الشعب العراقي لتشهد كلها هذه الجرائم يعني لممثليهم هذه السفارات التي فتحت العربية التي فتحت في العراق لماذا يعني يضعون سفيراً في أي دولة عربية الآن هذه الدولة التي تدعي أنها منفتحة على العراق وتريد أن تقيم علاقات مع العراق لماذا تضع سفيراً سفير ينظر والسفارة تنظر وترى الأمور وتنقل الصورة إلى بلده ألا ينقلون هذه الصورة ألا ينقلون صورة الواقع المزري في العراق واقع التطهير العرقي الذي يجري واقع الظلم الخراب الذي يجري وبالتالي تتخذ هذه الحكومة سياسات أخرى غير السياسات تتخذها الآن بالاعتراب بها وعطاها الشرعية هذه كلها جزء من هذه الصورة المعتمة المظلمة في العراق بالتالي العراق ذاهب إلى مصيبة كبيرة جداً جداً اللي لم توقف هذه العملية اللي لم يتوقف هذا التطهير العرقي هذا التطهير الطائفي اللي لم يتوقف فنحن ذاهبون إلى كارثة كبيرة الموصل الآن كارثة ستزداد والكارثة ستكون أكبر وأشمل أشكرك لشكراً الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وشكراً أيضاً شكراً لدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وشكراً أيضاً للصحفي والإعلام العراقي سيد حسين دلية الذي كان معنا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة حتى نلتقي في الأسبوع القادم من حلقة جديدة من طاولة حوار في أمان الله اشتركوا في القناة